اهلا بكم في نشرة اخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان وفي ابرز عنوينها وزير وتجارة والصناعة يؤكد العمل على اقرار استراتيجية صناعية جديدة من اجل رفع كفاءة الصناعة اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبع نقاط جديدة لتحسين شفافية برنامجها النووي استنافوا اعمال الاغاثة الانسانية في مدينة حمص القديمة واجلاو اكثر من اربعمائة مدني بعد يوم هدنة هشة لايقاث النار تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية من اخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية ردا على برقية جلالته المهنئة له بعيد ميلاده ضمنها بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على ما تضمنته برقية جلالته له من مشاعر اخوية وتمنيات طيبة سائلا المولى جل وعلا ان يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمتعه بمفور الصحة والعافية وان يحقق للشعب العماني المزيد من التقدم والرقى في ظل قيادة جلالته الحكيمة مؤكدا حرصه على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والشعبين في كافة المجالات تعمل وزارة والتجارة والصناعة على اقرار استراتيجية صناعية جديدة من اجل رفع كفاءة القطاع الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتوفير مزيد من فرص العمل هذا ما اكده معالي الدكتور علي بن مسعود سنيدي وزير التجارة والصناعة خلال الحفل السنوي بمناسبة يوم الصناعة العمانية الذي يصالفه التاسع من شهر فبراير من كل عام وقال معالي ان الاستراتيجية الصناعية ستساهم كذلك في زيادة الناتج المحلي من خلال اقامة مشروعات كبيرة ناجحة ورفع مستوى التكامل بين المشاريع الكبيرة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة دعم المنتج العماني في المناقصات الحكومية وضعف التنسيق بين الجهات المعنية في قطاع الصناعة وزيادة توجد بالاستثمارات الصناعية للسلطنة بالاضافة الى التحديات التي تواجهها الكسارات والمحاجر وتوسعات المناطق الصناعية لاستقطاب اكبر عدد من الشركات الصناعية كانت ابرز نقاط النقاش في لقاء وزير التجارة والصناعة بالصناعيين في الحفل السنوي بمناسبة يوم الصناعة العمانية نقل البضايع الى خارج السلطنة لان تعفى احنا شركاتنا احنا خاصة لدينا من ناحية الخصوصية انه شركة تعمل في مجال التعدين وبالتالي هي مواد تعدينية المواد الخام بعض منها هنصدرها الخارج كالكروم مثلا عدم توافر الحاويات الكافية في السلطنة وارتفاع اسعارها نضطر انه نستعين بالموانئ الدول المجاورة وهذا نتمنى ان شاء الله تعالى في القريب العاجل نشوف انه قيمة الحاويات في عمان تكون اقل التحديات التي تواجهها الصناعات العمانية اهم شيء عملية التسويق في السلطنة وخارج السلطنة هذه نقطة مهمة جدا في الصناعة العمانية الحكومة تقدم العديد من الحوافز والتسهيلات للقطاع الصناعي كالاعفاءات الجمركية للمعدات والمواد الخام اللازمة للانتاج والاعفاء من ضريبة الدخل كما تقدم القروضة الميسرة وتسهيلات البنى الاساسية بالمناطق الصناعية سعيا لتحقيق زيادة في القيمة المضافة وايجاد فرص عمل جديدة للعمانيين مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج الاجمالي المحلي قد استمرت في النمو خلال اعوام الثلاثة الاولى من الخطة الخمسية الحالية لتصل في عام 2013 إلى حوالي ثلاثة فاصل ثلاثة مليار ريال عماني من الاسعار الجارية في حين بلغت مساهمة الانشطة الصناعية شاملة المنتجات النفطية والمواد الكيموية الاساسية والتعدين خمسة فاصل اثنين مليار من اصل تسعة وعشرين فاصل ثمانية مليار وبذلك فان نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي لا تزال دون المستوى المخطط له بان تكون في عام 2020 يعتبر القطاع الصناعي من اهم القطاعات الانتاجية في السلطنة ويلعب دور محوري وجيد سواء كان مساهمته في الناتج المحلي او مساهمته كذلك في القيمة المضافة وخلق فرص عمل للمواطنين تمثل المنتجات المعدنية والكيموية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية اهم الصادرات الصناعية العمانية المنشأ وهي مؤهلة للازدياد الصادرات الصناعية غير النفطية ارتفعت الى ثمانية بالمئة حتى نهاية اغسطس من العام الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012 استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية الصديقة جاء في صلب مباحثات معالي الفريق اول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مع معالي راي مابوس وزير البحرية الامريكية كما تم خلال المحادثات بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة وتطرق الى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين كما بحث معالي الفريق اول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني مع معالي الان دينكن وزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة اواصر التعاون القائم في عدد من المجالات وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين جاء ذلك خلال استقبال معالي الفريق اول وزير المكتب السلطاني لوزير الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة في اطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للسلطنة استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين السلطنة والمملكة المتحدة والتأكيد على دعمها في مختلف المجالات جاء في مقدمة مباحثات معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي عمين عام وزارة الخارجية مع معالي الان دينكن وزير الدولة للتنمية الدولية البريطاني تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من المواضيع والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بعث الفريق الركن أحمد بن حارث النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة مع معالي رايما بوس وزير البحرية الأمريكية عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك خاصة في المجال العسكري وتبادل الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة خلال مقابلة الضيف الأمريكي وجهات النظر في عدد من الأمور المشتركة التعاون المشترك بين البحرية السلطانية العمانية والبحرية الأمريكية جرى استعراضه بين اللواء الركن بحري عبدالله بن خميس الرئيسي قائد البحرية السلطانية العمانية ومعالي رايما بوس وزير البحرية الأمريكية والوفد المرافق له كما جرى خلال المقابلة تبادل الحديث الودية ووجهات النظر حول العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين ترسيخاً لمبدأ الشراكة المجتمعية بين البلدية والمجتمع اختتمت فعاليات حملة الرقابة الصحية شراكة توعية التزام مناشطها بتكريم مزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للأهالي والمساهمين في إنجاح الحملة المبذولة من أجل صحة الإنسان وسلامة بيئته معالي أحمد بن عبدالله الشحي وزير البلديات الإقليمية وموارد المياه رعى المناسبة بتوزيع الجوائز على المحافظات والولايات الفائزة في مسابقة أفضل حملة إعلامية ومسابقة الحي النموذجي التقرير التالي ومزيداً من التفاصيل الممارسات الصحية السليمة في التسوق والاستهلاك هدف سعت إليه حملة الرقابة الصحية شراكة توعية والتزام الحملة جسدت منطلق أهمية الشراكة بين المجتمع والبلديات وصولاً إلى الرقي بالفرد الحملة الرقابة الصحية هي عبارة عن حملة شراكة رقابة التزام وطبعاً نفذ فيها كثير من البرامج التوعوية على مستوى المحافظات الواقعة في نطاق إشراف وزارة البلدية الأقليمية وموارد المياه وشملت الحملة كافة محافظات السلطنة تخلى لها تنظيم فعاليات عدة منها الزيارات الاجتماعية وحملات تفتيشية للأسواق ضمن برنامج المفتش الصغير والقافلة التوعوية التي جابت كافة الولايات لتوزيع المطويات الخاصة بالحملة الحي النموذجي طبعاً هو الأساس في هذه المسابقة لشراكة الناس القيمية عن نسوان القطاع الخاص قطاع العام والأهالي بشكل عام وكانت قهود مفذولة مميزة واختيار كان مميز موفق وظهرت هناك كثير من الأحياء المميزة في كافة المناشط المختلفة ومن أجل بثيروح التنافس شملت الحملة على تنظيم مسابقة الحي النموذجي التي ترجمت نجاح جهود مشتركة حضيت بالتكريم في حفل أقيم تقديراً لما بذل وما تحقق من أهداف نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل حطول أمطار بين الخفيفة والمتوسطة على عدد من محافظات السلطنة وزير التجارة والصناعة يؤكد العمل على إقرار استراتيجية صناعية جديدة من أجل رفع كفاءة الصناعة اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبع نقاط جديدة لتحسين شفافية برنامجها النووي استئناف أعمال الإغاثة الإنسانية في مدينة حمص القديمة وإجلاء أكثر من أربعمائة مدني بعد يوم من هدنة هشة لإيقاف النار حققت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم تقدما جديدا في المفاوضات المنعقدة في طهران بالاتفاق على سبع نقاط جديدة لتحسين شفافية برنامجها النووي وأكدت الوكالة والتابعة للأمم المتحدة في بيان لها موافقة الجانب الإيراني على سبع إجراءات عملية جديدة ينبغي تنفيذها خلال ثلاثة أشهر فيما يخص برنامجها النووي المثير للجدل أوضح رضا نجفي ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن الاتفاق ينص على زيارة لمنجم سينجد لليورينيوم ومصنع انتاج لليورينيوم في أردكان وتفسير لمحاولتها تطوير جهاز تفجير إلى جانب الأبعاد العسكرية لبرنامج إيران النووي وتبديد الغموض المحيطة به استؤنفت أعمال لغاثة الإنسانية في مدينة حمص القديمة بعد يوم من تعرضها لإطلاق القذائف وسط تبادل اتهامات بين الحكومة السورية ومعارضيها وتمكنت فرق لغاثة من إجلاء أكثر من أربعمائة مدنيا في مدينة حمص المحاصرة وتأتي عملية الإجلاء وإدخال المساعدات تطبيقا لاتفاق أبرم بين الحكومة السورية ومعارضيها بإشراف الأمم المتحدة تزامن ذلك مع تصاعد أعمال العنف بمدينة حلب حيث قتل أحد عشر شخصا على الأقل جراء قصف بالبراميل المتفجرة لقي أحد عشر شخصا مسرعهم وأصيب أكثر من ألف ومائتين وخمسين بجروح في عاصفة ثلجية غير مسبوقة تضرب أرجاء اليابان وارتدت العاصمة اليابانية رداء أبيض بلغت سماكته نحو سبعة وعشرين سنتيمترا وهو أمر لم يحدث منذ نحو خمسة وأربعين عاما بحسب المرصد الياباني للأحوال الجوية وقد ضربت العاصفة الثلجية أولا غرب جزيرة عنشو الرئيسية قبل أن تصل توكيو ثم تابعت طريقها باتجاه الشمال الغربي فوق مدينة سانداي الساحلية وأدت العاصفة التي بدأت أمس السبت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من عشرين ألف منزل وإلغاء أربعمائة ألف رحلة جوية شهد عدد من محافظات السلطنة هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة ففي محافظة جنوب الباطنة هطلت أمطار متوسطة الغزارة شملت ولايات المصنعة والعوابي والرستاق وبركة كما هطلت أمطار خفيفة على محافظة شمال الباطنة امتدت إلى ولايات صحار وصحم والخابورة وهطلت أمطار خفيفة على ولايتي البريمي وامحظة في محافظة البريمي وفي محافظة الظاهرة هطلت أمطار خفيفة على ولايات عبري وإزكي وبهلة والحمرة في محافظة الداخلية وهطلت أمطار خفيفة كذلك على محافظة شمال الشرقية تركزت في ولايات المضيبي وإبرة ووادي بني خالد جعلها الله أمطار خير وبركة وعمى بنفعها البلاد والعباد افتتح معرض مجموعة الهواء للطوابع والعملات بجامعة السلطان قابوس والذي يستمر مدة تسعة أيام يهدف المعرض إلى إبراز دور هذه الهوايات وتعريف طلبة الجامعة والمهتمين بتفاصيل هواية وجمعة الطوابع والعملات ويحتوي المعرض على أربعين منصة لعرض المقتنيات كما يتضمن المعرض محاضرة في المقرارات التاريخ النقد في سلطنة عمان الثقافة جزء من حياة الإنسان واستغلال وقات الشباب والناشئة في مختلف الأنشطة الثقافية والعلمية هو الهدف الأسمى من افتتاح مركز ناوي الثقافية الأهلي بمحافظة شمال الشرقية تضمن برنامج الحلفل عرضا مصورا لأهم مرافق المركز والذي يتكون من ثلاثة طوابق ومكتبتين وقاعة المسرح وعدد من المرافق الأخرى التقرير التالي يأخذنا في أرجاء المركز الفكرة بدأت بمكتبة عامة سرعان ما تطورت لتخرج بمركز ثقافي أهلي متعدد الأغراض فعزيمة وإصرار أبناء نيابة سناو كانا كفيلين بتحدي كل العقبات كي يرى هذا المركز النور المركز اشتغل من فترة تقريبا من سنة أبدا في تنظيم الفعالية المكتبة أيضا بدأت في استقبال المرتادين وصل عدال الكتب إلى عشرة ألاف عنوان وهناك نية طبعا إلى زيادة العدال إلى عدال أكبر في الفترة القادمة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة وفي محاضرته بمناسبة حفل افتتاح المركز أكد على أهمية القراءة والبحث والإطلاع وحث الجميع على الاستفادة من مراكز البحث العلمي وضرورة المساهمة والتعاون لإقامة المؤسسات التعليمية والمختبرات العلمية نعم كان التعليم بالقلم لأن القلم هو الذي يخلد الألم ويورثه الأجيال المتلاحقة جيلا بعد جيل وفي هذا ما يدل على أن هذه الأمة مأمورة بأن تكون أمة طلب ألم المركز يشتمل على ثلاثة أدوار قسمت على ثلاثة اختصاصات أساسية حيث تضمن الدور السفلي تسع قاعات خصصت لمقال التأهيل والتدريب والأنشطة العلمية ومكتبة متكاملة للأطفال فيما خصص الدور الأرضي لمجال البحث والإطلاع ويشتمل على مكتبة متنوعة الفنون والتخصصات هذا المركز يوفر خدمة الأنترنت اللاسلكي والس وبالتالي يكون لدى الباحث حرية القراءة والمعرفة باستعمال جهاز الحاسوب الآلي وقاء الدور الأول ليحتضن مختلف الأنشطة الثقافية التي تثري الفكرة وتنمي الإدراك وتحسن السلوك عبر القاعة الكبرى التي خصصت لهذا الغرض ها هو مركز سناو الثقافية الأهلي يفتتح أبوابه ليحظى بالباحثين والمفكرين والقراء وطلاب العلم ليقوموا بدورهم في خدمة المجتمع وتبصير الناشئة من الشباب أحمد بن محمد المعمري من نيابة سناو بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية للعام الثالث على التوالي نظمت إدارة السياحة بمحافظة مسندم سباق اختراق الضاحية في ولاية دبا بمشاركة عدد من السياح الأجانب وقم السباق على شكل تتابع وفرد لمسافة سبعين كيلو مترا والتي كانت بدايته من منتجع جولدين توليب في ولاية دبا مرورا بواد البيح الذي يتميز بجمال طبيعته الجبلية ويهدف السباق إلى تعريف السياح بجمال المحافظة وما تزخر به من مقومات سياحية تحت شعار السلامة المرورية ينطلق الجمعة المقبل ماراثون وادي المعاول بمحافظة جنوب الباطنة الذي سيقطع المتسابقون خلاله واحدا وعشرين كيلو مترا وقد خصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى التفاصيل والتي كشفت عنها اللجنة المنظمة لمراثون وادي المعاول في المؤتمر الصحفي مهمة كونها تحمل الشعار السلامة المرورية والتي أصبحت رسالة تنادي بها جميع المؤسسات الحكومية والأهلية من أجل مصلحة الوطن هذا الشعار سيقطع به المشاركون واحدا وعشرين كيلو مترا ابتداء من أمام مكتب سعادة والي بركاء وحتى مقر فريق النصر الرياضي بولاية وادي المعاول بمشاركة أكثر من مئتين عداء رسالة أن نحاول أن نصلها إلى جميع المقيمين على هذه الأرض وهي السلامة المرورية حقيقة بالنسبة لهذه السنة الإعداد كان مبكرا جدا حاولنا أن نكتهد مع الاتحاد العماني لألعاب القوى وكذلك بعض الشركات التي دعمت هذا المراثون الاتحاد طبعا بيكون منوفر حكام على مستوى وبيكون هناك هما سكين لقيت تنظيم كامل مراثون معاه طبعا وبيكون هناك في قهة مراقبة للسباق وبيكون في قوس انطلاقها بيكون بإفراء الاتحاد الفعالية المصاحبة للسباق الجرئ المراثون ستشمل ختام مسابقة الإنشاد بالولاية بعنوان بلبل السلطنة حيث سيتأهل السبعة مشاركين من المستوى الأول والسبعة آخرون من المستوى الثاني لدي هاي يدرس الفكرة لأن اللعبة قديمة أساسا يعني فارب نتمنى أنه بإذن الله تعالى لديه تقوم بدور أكبر من كذا بإحياء فكرة المراثون هذا طبعا شعرنا في المسئولية بما أنه مشروعنا مشروع اقتصادي اجتماعي أن نرعى أي فعالية تطور الوضع الاجتماعي والرياضة جزء من الاجتماع سيصاحب الفعالية إقامة يوم مفتوح للعائلات والأطفال وذلك على المسرح المفتوح بفريق النصر الرياضي بقرية أفي بولاية وادي المعاول حيث يشتمل على العديد من المناشط والعاب الأطفال وسيشهد تدشين حقيبة الأطفال من قبل الاتحاد العماني لألعاب القوى الذي تكفل بتوزيع خمسمائة شهادة معتمدة من الاتحاد للأطفال المشاركين ينتظر الفائزون في ختام السباق جوائز قيمة حيث خصصت اللجنة المنظمة سيارة للمركز الأول وجوائز مالية وعينية لباقية المراكز سعود بن سعيد المعولي ولاية وادي المعاول محافظة الجنوب الواطنة افتتحت بلدية ظفار بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية دورة تدريبية لتطبيق نظام الوثائق المشتركة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمبنى البلدية والدورة التي تستمر خمسة أيام بدأت بالتعريف بأهمية تطبيق نظام الوثائق ومكوناته الرئيسية والمزايا التي سيوفرها التطبيق عند استخدامه كما تتضمن الدورة محاضرات نظرية وتطبيقية لمنتسبي البلدية المعنيين بتطبيق النظام وإدارة الوثائق في ولاية مدحة بمحافظة مسندم تحول منزل المواطن محمد المدحاني إلى متحف للآثار والقطع النادرة والتي يعود بعضها للألف الثالث قبل الميلاد قام بجمعها منذ طفولته عشق المدحاني لجمع الآثار من عملات ونقوش وكتب وأواني وغيرها مكنه من تشكيل متحف يحتوي على نحو خمسة عشر قسما مختلفا الزميل منصور السعدي زار المنزل وخرج بتقرير التالي يتفقد الآثار التي جمعها من ولاية مدحة وغيرها من ولايات السلطنة محمد بن سالم المدحاني يعتبر قصة في حد ذاته مع القطع الأثرية حيث لم يترك له حبه للتراث والآثار أية موقع في منزله بل تحول بيته إلى مجموعة من القطع الأثرية القديمة والتي يعود بعضها إلى ما قبل الميلاد حتى هذا الممشى آثر أن يضع فيه هذه القطع النادرة كما يقول بدلا من استخدامه كان يسير أياما وليالي في كل موقع بحثا عن أي قطع أثرية سخر وقته وجهده لجمع آلاف القطع الأثرية وكل ما هو قديم من صحف ومجلات وأبواب وأحجار وغيرها عندي محتويات متنوعة في الآثار وفي النقوش الصخرية وفي غيرها يعني من الألف الثالث قبل الميلاد ومن الألف الثاني والأول قبل الميلاد نقوش مسكوكات آثار سهام رماح أو مواد حجرية أواني حجرية فخارية أغسام كثيرة تصل إلى ما يقرب من 15 قسم ولكنها مبعثرة كما ترون ومنذ صغره يراوده حلم لم يتحقق بعد فهو ينظر إلى هذه القطع بعين الكنوز الأثرية التي من حق المواطنين أن يتعرفوا من خلالها على تراثهم ولذلك يحلم بإقامة معرض متكامل يلملم فيه شتات ما يراه مهما من هذه الآثار بدلا من رميها على الأرض هكذا فهو يخشى أن تطولها يد الجاهل بقيمتها الأثرية ولو خطأا وبالتالي يخسرها عند القيام بعمل مشروع ينبغي أن تعمل دراسات للمكان والموقع وتنتشل أو تحفظ في ولايات كثيرة من السلطنة بها رموز وآثار كثيرة وتتعرض للضيع كل ما تمكنت آلة التقاط الصورة تسجيله لا يمثل إلا القليل فهناك مكان آخر تم فيه وضع قطع أثرية أخرى منصور بن ناصر السعدي تلفزيون سلطنة عمان ولاية مدحى بمحافظة مسندنة أقل الآن إلى أهم الأخبار الاقتصادية والزميل الخلفان العامري النشر الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائما دجاج الصفاء الطبيعي والشهيد طازج ونقيل دجاج الصفاء مئة بالمئة طبيعي وشهي مئة بالمئة عماني وحلالي الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي الصفاء السلام عليكم أخبار الاقتصاد وتتابعون فرص استثمارية جديدة تطرحها هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أمام المستثمرين أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن فرص جديدة للاستثمار وفق حق الانتفاع لفترات طويلة أمام المستثمرين بمختلف فئاتهم وتشمل الفرص قطاعات الصناعات الخفيفة والتخزين والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى الانشطة السكنية والتجارية والسياحية وتتراوح مساحة الأراضي المعروضة لحق الانتفاع بين 1500 متر مربع إلى 200 ألف متر مربع حسب نوعية المشروعات وتعتبر المنطقة الاقتصادية بالدقم أول نموذج لمدينة متكاملة في السلطنة وتقدم عددا من الحوافز للمستثمرين منها مزايا ضريبية وبنية تحتية تتضمن ميناء متعدد الأغراض ومطارا إقليميا وشبكة طرق نظرا للطلب المتزايد من قبل المستثمرين على إقامة مشاريع صناعية في منطقة نزوة صناعية ينتظر أن تشهد المنطقة توسعة لتبلغ مساحتها لجمالية حوالي 4 ملايين متر مربع هذا ما أشار إليه سعادة الشيخ الدكتور خليفة بن حمر السعدي محافظ الداخلية خلال زيارة أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة صباح اليوم إلى المنطقة الصناعية على مساحة تمتد لنحو 3 ملايين متر مربع تنتشر 90 شركة ومؤسسة تعمل في صناعات وخدمات متنوعة على أرض منطقة نزوة الصناعية استثمارات تقدر بحوالي 110 ملايين ريال عماني هو الحجم الذي وصلت إليه المشاريع التي تضمها المنطقة حيث تتنوع بين مشاريع خدمات النفط والغاز وصناعات مواد البناء وصناعة الزجاج والصناعات البلاستيكية ولأن المنطقة واعدة بمزيد من الاستثمارات التي تسهم في تنمية المحافظة بشكل خاص وتعزيز وطيرة الاقتصاد بشكل عام لا يزال هناك نحو 50 مشروعا في قائمة الانتظار للموافقة على إقامة المشاريع المشاريع المستقبلية للمنطقة مقبلة الآن على عدد المشاريع المتعلقة بخدمات النفط والغاز بالإضافة لمشاريع أخرى صناعية في قطاعات مختلفة لدينا ما يقرب من 50 مشروع في قائمة الانتظار ونأمل أن نتمكن من توطين بعضها في الفترة القادمة أعضاء المجلس البلدي بالمحافظة سجلوا زيارة للمنطقة واطلعوا على حجم النمو الذي شهدته وما تشكله المنطقة الصناعية من أهمية وما تحتاجه من خدمات داعمة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات والمشاريع الصناعية الحقيقة هي فرصة طيبة أن تأتي زيارة المجلس البلد اليوم في يوم الصناعة العماني يوم التاسع من فبراير للإطلاع على نشاط هذه المنطقة وعلى ما تزخر بهم المصانع تساهم لا شك مساهمة فعالة وكبيرة في الاقتصاد الوطني العماني وتوفر فرص كبيرة لأبناء هذه المحافظة وغيرها من أبناء المحافظات منطقة نزوى الصناعية ساهمت في استقطاب الشباب العماني الباحث عن العمل حيث يعمل في المنطقة اليوم ألف موظف عماني من بين ألفين وثمانمائة موظف هم مجموع العاملين في المنطقة سعيد بن ذيب الهنائي من منطقة نزوى الصناعية أعلنت شركة النفط العمانية عن افتتاحها ولمكتب تمثيلي دولي لها في العاصمة التنزانية دار السلام والذي ينرج ضمن خطتها التوسعية لتعزيز استثماراتها في الأسواق العالمية الرئيسية المتنامية وبهدف استكشاف الفرص والمشاريع الاستثمارية وتنميتها في تنزانيا تم إنشاء شركة الطاقة العمانية المحدودة بجهود مشتركة بين شركة النفط العمانية والشركة العمانية العالمية للمتاجرة التابعة لها والمتخصصة في متاجرة وتسويق النفط ومشتقاته والمواد البترولية بعد تحسن أداء أسواق المال العالمية والإقليمية أغلق مؤشر السوق مصط للأوراق المالية على ارتفاع بلغ 46 نقطة بحجم تداول جاوز 16 مليون ريال عماني من خلال تداولات بأكثر من 49 مليون سهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم إلى حركة التداول في سوق مصط للأوراق المالية مؤشر السوق مصط مواصلا لارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي أغلق أو استهل جلساته الأسبوعية اليوم على ارتفاع بمقدار 46 نقطة وبنسبة 0.66% وصل به المؤشر إلى مستوى 7153 نقطة أما بالنسبة لقيمة التداول فقد جاوزت اليوم 16 مليون ريال تم التداول بأكثر من 49 مليون سهم وتنفيذ 2711 صفقة على صعيد القطاعات الرئيسية أغلقت جميع القطاعات اليوم في المنطقة الخضراء تصدرها مؤشر القطاع المالي بارتفاع 64 نقطة وصل إلى 8545 نقطة يليف الارتفاع مؤشر القطاع الصناعة بارتفاع 42 نقطة إلى مستوى 11061 نقطة أيضا هناك ارتفاع لمؤشر قطاع الخدمات بـ 8.60 نقطة إلى مستوى 3778 نقطة الشركات الأكثر نشاطا في عدد الأسهم تصدرها في أولى جلسات الأسبوع سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار بعد أن تداول المستثمرون بأكثر من 18 مليون سهم على سهم الشركة وأغلق سعر سهم الشركة عند 296 بيسة كما تصدر أيضا سهم الشركة الخليجية لخدمات الاستثمار قائمة الشركات الأكثر تداولا من حيث القيمة بقيمة 5 ملايين و498 ألف ريال ومثل ما ذكرنا سابقا إغلاق سهم الشركة عند 296 بيسة الشركات الأكثر ارتفاعا في سوق مسخة الأوراق المالية اليوم تصدرها سهم شركة حلويات عمان مرتفعا ما يقارب من 10% أغلق عند ريال 175 بيسة يليف الارتفاع سهم شركة المركز المالي بأكثر من 8% إلى سعر 142 بيسة هناك ارتفاع لسهم شركة الغاز الوطنية بأكثر من 4% إلى سعر ريال 460 بيسة وكذلك الصعود لسهم الشركة الشرقية للاستثمار القابضة بـ 3.33% إلى سعر 310 بيسات وصعود أيضا لسهم شركة عمان والإمارات القابضة بـ 3.23% إلى سعر 288 بيسة أما بالنسبة للشركات الأكثر تراجعا في سوق مسخة الأوراق المالية اليوم فكان أبرزها سهم شركة تكافو العمان للتأمين بنسبة انخفاض أكثر من 2% إلى سعر 108 بيسات يليف الانخفاض سهم الشركة الوطنية للأوراق المالية منخفضا ما يقارب من 2% إلى سعر 100 بيستين هناك تراجع لسهم شركة جيل التنويل بـ 1.16% إلى سعر 170 بيسة وكذلك تراجع لسهم شركة الأسماك العمانية ما يقارب من 1% إلى سعر 104 بيسات أخيرا سهم شركة المدينة تكافل شهد انخفاض بـ 0.71% إلى سعر 139 بيسة في الختام شكرا مشاهدين على حسن متابعتكم وإلى اللقاء أحصت وزارة الإسكان بمحافظة البريمي الأسرة المستفيدة من برنامج المساعدات السكنية في محافظة البريمي والذي وصل إلى 151 أسرة بمبلغ 5 ملايين وسبعمائة وستة ألاف ريال عماني واضحت الوزارة أن الحالات المستفيدة من برنامج القروض السكنية الميسرة 19 أسرة بقيمة بلغت نحو 389 ألف ريال عماني كما بلغت قيمة النشاط العقاري لمحافظة البريمي خلال العام الماضي أكثر من 26 مليون ريال عماني بواقع تخطيط 1324 قطعة أرض مخططة وإصدار 7676 سنة ملكية أعلنت وزارة القوى العاملة عن رصد فريق التفتيش التابع لها ل575 عاملا من المخالفين لإحكام قانون العمل في عدد من محافظات السلطنة ووضحت الوزارة أن محافظة مسقط سجلت أعلى مؤشر تلتها محافظة شمال الشرقية من خلال ضبط 480 عاملا تجاريا و41 عاملا زراعيا و54 عاملة منزل خلال فترة أسبوع من الشهر الجاري من جانب آخر قامت الوزارة بترحيل 226 عاملا مخالفا إلى خارج البلاد نتيجة مخالفتهم لأحكام قانون العمل بارو الاقتصاد انتهت شكرا على كرم المتابعة وعودة إلى إبراهيم وابنا النشر الاقتصادية برعاية أنا أقدم لعائلتي دائماً دجاج الصفاء الطبيعي والشهي طازج ونقي دجاج الصفاء 100% طبيعي وشهي 100% عماني وحلالي الصفاء اختيارك الطبيعي الصحي والشهي شكرا خلفان بعد أكثر من ست سنوات من أعمال الصيانة والتطوير بدأ حصن الحزم بولاية الرستاق في استقبال زواره بتقنية جديدة تضيف بعداً جمالياً وحضارياً للحصن الحصن يضفي على زائريه إحساساً رائعاً بالمكان حيث الزخار في الجبس والأشكال الورقية والمعالم الزخرفية الأنيقة حصن الحزم بولاية الرستاق بشموخه التاريخي يرتدي حلة جديدة بعد أعمال التحسين والتطوير ها هو يفتح أبوابه لزواره ليضيف لهم إحساساً رائعاً بالمكان فالمرشد الآلي بلغاته المتعددة ومتحف الأسلحة والمدافع التقليدية أبرز ما أضافته جوانب التطوير عمل متحف المعرض المدافع التاريخية وإدخال نظام المرشد الآلي اللي هو عما قريب إن شاء الله سوف يعمل يميزه كذلك البواب الضخمة لما تلاحظ ويوجد بالأسقف نقوش غاية في الروعة والجمال وكذلك المميزات يوجد بممرات سرية أفواج سياحية من داخل وخارج السلطنة يحرصون على أن يكون الحصن ضمن أجندة تجوالهم في أحد صفحات التاريخ العماني توقعت العمارة العمانية في ذاك الزمن وصلت لهذا المستوى من حيث التفاصيل الموجودة في داخل الحصن والتقسيمات الغرف والأروقة الموجودة في الداخل وأيضاً لفت انتباهي الأبواب الضخمة الموجودة وعليها نقوشات كثيرة حصن الحزم صراحة في قمة الجمال وفي قمة الروعة صراحة أنا زرت هذا الحصن تقريباً أكثر عن أربع مرات خمس مرات كنت أجي سابقاً عند ناس من الدول الشقيقة فالزائر للحصن يستوقفه إحساس التدفق المعماري للقناطر المتعددة والأسقف المقنطرة والغرف المقوسة هذا هو إذن حصن الحزم جمال استثنائي وأناقة معمارية ومعالم زخرفية فهو بحق امتداد لماضي عمان التليد وحاضرها المشرق عبدالله بن عامر الويهي ولاية الرستاق وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين وزير تجارة والصناعة يؤكد العمل على إقرار استراتيجية صناعية جديدة من أجل رفع كفاءة الصناعة اتفاق بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على سبع نقاط جديدة لتحسين شفافية برنامجها النووي استناف أعمال الإغاثة الإنسانية في مدينة حمص القديمة وإجلاء أكثر من أربعمائة مدني بعد يوم من فشل هدنة هشاليقة في النار شكركم على حسن المتابعة نشرتنا القادمة في الوحيدة صباحا بإذن الله تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة